قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منح دولة المغرب حق تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية ذلك خلال شهر فبراير القادم تعرض الملحن اللبناني سمير صفير لأحدث خطير خلال وجوده في مصر أدى إلى كسور وإصابة خطيرة في رأسه وجسمه قررت إدارة نادي ريال مدريد على الفور بالموافقة على طلب نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتدريب في ملعب للنادي حيث لم يحدد رونالدو وجته القادمة وينتظر وصول عرض مناسب له بعد فسخة تعاقده بالتراضي مع إدارة نادي مانشستر يونيتد الإنجليزي